موسيقى السلام عليكم اخواني اخواتي كديري نبس عليكم كانتمنى ارقابكم مع الفيديو انتما بقت تم صحة ولا عافية كانتمنى تكون احوالكم طيبة وتكونوا على خير وباخير اليوم رجعت لكم فيديو جديد ورجعتكم بواحد الفطيرة سهلة اقتصادية اذا كنتوا بغيين شي عشاء او لا شي غادئ يكون سهل ماهل وكي توجد دقائق معدودة ما عليكم الا تجربوا هذه الفطيرة رجعت من ارد ما يكون يعني وقد نوجدها في عشرة دقائق يعني بكل سهولة يعني اللي كيكون اللوان يكون خدام ويكون كقرة وشي حاجة يعني معيكم بهذه الفطيرة هذي رجعت كما قلت لكم ملديدة ومقادير جد بسيطة رجعت فقط لبصيلة وفلفلة او لاجوج يعني تقدروا تضعفوا المقادير إذا كنتوا بغيتوا كمية كبيرة حتى هذه تبارك الله رجعت تغذية يحتاجوا جد الناس وكان نحتاج واحد شوية دجاج اختياري إذا كان لديكم كفتة ديروها إذا لم يكن لديكم لا دجاج لكفتة ماشي موشكة تقدروا تديرها غير هكذا تقدروا تديروا الطون تقدروا ما تديروش نهائيا فقط لبصلة وفلفلة والمقادير اللي نضيفه لها ركت جي من عدد ما يكون هذه الفطيرة جربوا معي كنتمنى انكم تكملوا معي الفيديو حتى الاخير ويعجبكم لا تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناة اللي بقي مشترك مرحبا بكم كاملين في قناتي قناتكم قبل ما تكون القناة المهم هنا البنات ترتدي المكونات في واحد المقاد تضيف زيت زيت السيتون شوية البزار شوية الملحة وسوف نديرها تشحر هنا البنات يعني كنا ناخد هذا الطريف اللي عندي او لجاج او لكفتة او اللي كان انا البصلة او الففلارة تشحر فوق البغضة سوف نضيف لي هاتسطر لجاج ونضيف واحد شوية ديات تحميرات تقدروا تديروه حتى الحار لو كنتم من عشاق الحار تقدروا تضيفه يعني اي توابير انتم من قد تحبوها سوف نضيف فقط انا شوية ديات الزعتر فقط هو اللي سوف نضيفه في العجين وكذلك في الحشوة هنا اخواتي سوف نضيف العجين اللي سوف نستعملوا فيه كاز ديات دقيق دقيق الفرص سوف نحتاج شوية ديات الزعتر سوف نضيف نفس كاز ديات سميدة تقدروا تديروه الفينو ولا اللي بغيتو نضيف نصف كيس ديال الخميرة ديال الحالويات شوية ديال الملحة قبصة ديال الملحة ومرقة صغيرة ديال السكر هذا هو من مكون ونضيف هنا اخواتي سوف نضيف معلقة ديال السانية نضيف واحد المعلقة كبيرة تكون عامرة احترجو معلقة ديال زيت الزيتون نضيف هذا الخالط ونضيف ونجمع بالماء هذا الفطيرة خاصة تكون جارية ونضيف لها عفوا واحد البيضة ذلك البيضة اللي قلت لكم في الأول هي اللي غدي نضيفها العاجين هذا يعني كتشوفوا بان مقادير سهلة جدا وبسيطة وفطيرة كتشيء انا راني درت في الاخر واحد الخطأ يعني خليت شوية هاد الخالطة كي بقى قصح شي شوية ولكن انتو مجرروا لانا سميدة حيث انا مرفع ما كان دي رغب الفينو طبعا انا درتها بسميدة وسميدة شوية شوية كتشرب وبحالي قصحت لها العجين حاولوا انكم لكن فيها سميدة تخليوا العجين جاري شي شوية لانا السميدة كتخليوا غير شوية كتشرب حتى نضيف الماء حتى تحصل على القوام المطلوب يعني بحال تقريبا اكثر من عجين كتشرب ادور قوام البنات يعني سيكون بحال هكذا ثم حاولوا الى كان بسميدة حاولوا تجريوا شوية لانا السميدة تخليوا غير شوية كتشرب هناك ناخد واحد المقلاء غير قابلة للتيساق يعني الطيفال كنوضع فيها شوية زيت صافي البنات درت المقلاء فوق البوطة غير سخنات صافي نوضع نصف الخالط نصف كمية دي العجين اللي درنا فوق المقلاء يعني كما قلت لكم خليوا الخالط شوية جاري باش قدروا انكم تطرحوا في المقلاء بكل سهولة انا ارا سميدة شي شوية خليتها يعني تلاهيت في شغلك وخليتها شوية قصحت لي يعني خاصكم تخليوا شوية جارية إلا قصحت لكم زيتوها شي شوية دي اللماء وحركوها وعد وضعوها فوق المقلاء باش تطرحوها بكثورة ولكي ماشي مشكلة إلا كنتم تستعملين للطيفال ما تخافوش منها تلتاسق نيائيا ما غادش تلتاسق والطبقة يعني على حسب انتم ما اللي بغيتو بغيتو الطبقة غليضة او لرقيقة انا غاد ندر طبقة غير رقيقة حاولوا انكم تقسمون انتم الكمية الى جوج اقصى متساوية باش ديكم فطيرة متساوية انا غير قبطتو يعني وكبيتو صافي المهم غاد نتسنى غن نقطع لها بالطاجين انا عندي واحد المغطية دي الطاجين او لمغطية دي المقلاء او اللي كان عندكم وصافي غاد نتسنى على الفطيرة حتى يعني تجد راسة وصافي هنا بعد موجدت لي الطبقة الاولى ونشفات كما كتشوفوا مش يتتحمر فقط غيت نشف من الفق ومن التحت انتم ما كتشوفوا ملاسقة محتى شي حاجة جات مرحلة باش غضي نضيف الحشوة من الفق ضفت لانا شوية ديزيتو المقطع يعني انتم ما تقدروا اي حاجة تقدروا متلا ترشو شوية دي الفروماج موزاريلا فقط فقد الفطيرة عد ضيف هاد الحشوة هادي يعني انا بقيت فقط في مكونات بسيطة في متناول جميع المهم هي ان الفكرة تكون وصلاتكم وتكون يعني انتم ما تفنوا في تكشي اللي كتبغيوا ومكونات اللي كتعجبكم تقدروا تستعملوها تقدروا تديروا كفتة كما قلت لكم تقدروا تستغنوع الكفتة تديروا مثلا طون مع هاد المكونات هذه تقدروا يعني تديروا اي حاجة بسيطان مهم كما قلت لكم هي البساطة والفكرة تكون وصلاتكم هذا هو الاساس سوف ندير انا هاد الحشوة فوق هاد الفطيرة نحاول ان نسرحها وانا شويا نضغط عليها باش تبقى راسية يعني ان فوق هاد الحشوة فوق هاد الفطيرة سوف نستعمل انا فقط فروماج مو ثلت سوف نقطع مربعة هكذا ونضعه من فوق توا كاعدة تقدروا تزيدوا كمية الزاتر لك اتعجبكم تقدروا تديروا شوية الحار اه يعني كما قلت لكم تفنوا و باش كتجي هاد الفطيرة الديدة وغي هاد المكونات هادي يعني كتعطيها واحد للترائعة صافي بعد ما غاد نكمل هاكذا غاد ندير النصف الاخر دي اللي عاجين من الفوق وغاد نكمل طيب ديالها غاد نطيبوها بسرعة 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 عشان دقيقة تكون واجدة صافي هنا بعد ما تحمرت لي من تحت ذاك الفطيرة صافي وضعت الحشوة من فوقها وضع الخليطة اللي بقالية من الفوق ديال هاد ديال العاجين وصافي كنحاول نسرحهم زيان وصافي هنا بعد ما كتبيت الخليط كما كتشوفو جباين ذاك الفروماج وذاك الشيء من الفوق ولكن ارافش غاد تتقلبوها غاد تتحمر وما تشتبقى بينها يعني ولا بغيتوها تكون من العجينة غليضة زيدوا كمية صدقيق وصار حركة جلديدة زوينة صافي هنا البناس من بعد ما تحمرت لي من الفوق سنستعمل مقلاة واحدة اخرى من المقلاة تقدروا تقلبوها على شيء مغطاية شيء من المقلاة او لأي حاجة يعني تقدروا مقسكم تقلبوها باش تتحمل راكتشت فراسها وهد الشقوقات بنتيجة اننا وضعنا لها سميدة قد جي مقرمشة وهي يا أخواتي الفطيران بعد ما وجدات يعني هانتو بكتشوفو وجدناها بفوقت قياسي غير اللي ما بغاش يوجدها صراحة ما تعكزوش عليها راكت جي زوينة والديدة كتشوفو باننا استعملنا يعني واحد المكونات بسيطة وخرجنا منها واحد الفطيرة اللي نقدرون وجدوها نفرحوا بها راسنا اولا وديداتنا وافرد أسرة ديالنا واللدة ما نقول لكم ما غديش تحشمكم ديك المزيج اللي درنا لها ومكونات بسيطة ولكن المزيج ديال الواحد المواد كذلك الفروماج اللي درنا يعني تقدرو كما قلت لكم اي فروماج كان عندكم اي مكونات كانت عندكم ديروها المهم هي الفكرة والبساطة هي كل شيء ونقدروا نديرو يعني اي حاجة ولو يكون عندنا غيش حاجة بسيطة جربوها البنات كتستحق تجربة صراحة كتشوفو بانها مخدتش معانا وقت طويل وكتديك ولا مكونات مكونات ديالها بسيطة جدا والديده ستقوني البنات تيك الزعتر مع ديك الفروماج مع داك المكونات تعطيها واحد لداء ومداء هائل وكذلك النص كاس ديال سميدة يعطيها واحد القرماشة زوينة يعني ما كتش فطيرة رطبة او اللعم عجناء بالعكس كما قلت لكم داك سميدة اللي وضعنا كتشيك انها بحل حرشة لديده بساف ستقوني اخواتي كانت مننا انكم تجربوها وتردو عليها يعني تقدرو تتوجدوها في اخر الشهر كما قلت لكم او لا يعني النساء العاملات او لا الطالبة والطالبات اللي ما كيكوش عندهم وقت طويل يعني او مدة طويلة يقضيوها في الكوزينة هاد الفطيرة كتناسبكم ووجدوها في الغداء او للعشاء بتاعتكم وراحتكم كانت مننا الفيديو دي اليوم يكون الاعجاب ديالكم وتجربت الفطيرة وتشتركوا في القناة ديالي اللي باقي ما اشتركوا كانت تتمنى انكم تنضموا القناة ديالي وتبرتجوا الفيديو مع الاهل و الاسلام اشتركوا في القناة